ساعة عشان حتت فنجالة أهوي يا بني أدمع مش هتبطل لي اللا كاعة اللي انت فيها والوديوة ده مع اللي رايح واللي جاي طب استاني أقولك على حاجة بس كورا مونيس عن سرحنبي ايه ايه كورا مونيس عن سرحنبي والله يزن بقولك ده استاني اللي واحده ولا اللي ابنه معي لا اللي واحده عن سرحنبي يجون سرحنبي يرده ملقن ولا هو جاي يحضر بروفا بروفا ايه اللي هيحضرها من امتى سرحنبي يخلي حد غريب يحضر بروفا استنيني فقطي ها شوفت بقى يا مادام دورية مش انا قلتلك انا عيني مزورة ما تخيبش انتي تخنانة عن المرة اللي فاتت الهانش فارق تلاتة سنتي بحالهم عن اخر بروفا مش بس هزي الشوينو الذاكرة لقاست زي ما اهلين بيقول لا 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 مش صراحة يا كارا ومجل زعل ابنك عباس كاتب ومؤلف اشطر ابنك كتير لا 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 ده مفاجأ مفاجأ حقيق طب انا بس كنت عازة تطمن يعني هل صحيح موضوع المسرحية له علاقة؟ مسرحية قنيك من نفسك بتقول مسرحية يعني خيال تأليف حتى ولو كانت انا مش حاجب يخبها ليه فيها جزء في شبه بسيط مننا بس ده موضوع الجمهور ملوش حلاقة بيه طب هو صحيح زي ما قلت لرمضان ان البطل بيتل بيتل هو بيخون وطبعا دي احسن حاجة عملها وقال له مش حيبقى فيه مسرحية وفيش مأساة هتبقى مجرد حدودة بيحكوا للعيال الصغيرين قبل ما يناموا لا 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 يا كرم الولد مؤلف حقيقي مبروك علينا يا كرم انا عاوزك تنبسط بجن تنبسط تنبسط بايه؟ تنبسط بالفرصة يا طارق الفرصة اللي جات اخيرا وكنا مستنيينها يفرق معاك ايه بقى مين المؤلف؟ لما يبقى المؤلف عباسكرا ميونس يفرق معايا كتير انا مش هتدرب وطعب عشان انجح واحد سرق احلى لحظات حياتي من قدام عينيه هو جايب احالنا كمان احنا بنتدرب علشان ننجح ركز في دورك يا طارق ركز في طارق لو الناس بتتفرج على ايه مسرحية على انها حقيقة كان زمان كل الكتاب مرميين في السجون انسى الحياة واحفظ حوارك بص يا رئيس عايز اقولك على حاجة اقتراحة بسرعة علشان انت عارف ورايا بروفة وما بدخلش حد ورايا الا في الاستراحة ماشي انت بتهتم بحاجات ايه رأيك مثلا لو البطة لو هي بتموت اعترفت بغلطتها ومتمت طبعا بتتشوف عشاء مين فيهم اطارق انا طبعا احنا مش قلنا ننسى الحياة ونركز في المسرحية بس هيدي الحقيقة حقيقة ايه الجمهور ميموش الحقيقة الجمهور مش جاي تفرج على الحقيقة الجمهور جاي تفرج على المسرحية حتى لو كد وبعدين معاك يا طارق انت هتحيرني ليه يا اخي الله المسرحية دي ايه حقيقة ولا كد لا اتنين نوارت يا كرم مش عاوزك تقلق خالص العباس اكيد ما هيبقى جاهز يظهر هيظهر منعرف ده مجرد تخمين ممكن يكون بيكتب مسرحيته الجديدة ايه ده شايفك نويت ترنجع الملائن القديم لان رجاض البلد فيها هزمة ملائنين مش تسلم الاول يا طارق على ابو مؤلف مسرحيتنا الجديدة ومالو زيك يا كرم تهلب